هو طبعا ليس فيه جديدا لكن الجديد فيه هو استخدام المعايير المزدوجة في التعامل مع الحالات المختلفة أنت تتحدث عن ما يعرف باسم الارمس كنترول أو ضبط التسلح أو إجراء ترتيبات الأمن الإقليمية في مناطق مختلفة فحددت دول زي ما حالك أشرت وتكرمت واستسميت دول والتحديدا الحالة الإسرائيلية في هذا السياق وبناء عليه من يحدد ومن يضع المعايير هي الولايات المتحدة والقوى الكبرى في جلسة الجلسة الخاصة هو ليس الحديث عن أسلحة الدمار الشامل بصورة مطلقة لأن الحديث عن الحالات التي تم مناقشتها ليس فقط متعلقة بهذه الدول هناك دول أخرى خارج السياق ربما تكون أكثر خطورة حدث ولا حرك في حالات يعني الحالة الكورية الشمالية هي من الحالات التي كان يجب أن تتم بحثها ودراستها في العالم منذ أيام المفاوضات السوداسية لو حضرتك تذكر استبعاد إسرائيل من الخط يشير لحضرتك إلى قمة المعايير المززوجة التي تستخدمها الولايات المتحدة في محاولة لإبعاد كل التقارير عن إسرائيل بصرف النظر عن القدرات العسكرية لإسرائيل طبعا هي جلسة أنا في تأديري سياسية أكثر منها استراتيجية بمعنى أنها محاولت الاقتراب من هذه الدول بصورة مباشرة نتيجة للمواقف المتبينة من الولايات المتحدة الأمريكية ربما ستسأل سؤال مهم أو كيف بدأت العلاقات بين الولايات المتحدة وبين كوريا الشمالية في التحسن وكان هناك لقاء وما إلى ذلك لكن مصار هذا يأخذ بعض الوقت أنت لسه قدامك إجراءات عديدة عشان تعمل طبط تسلح وتعمل الحد من التسليح بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوية وتبدأ إجراءات ده إحنا في منطقة شرق أوسط دكتور خالد بنسعى إلى إقامة منطقة خالية من أسلحة الضمار الشامل كانت الدولة المصرية منذ سنوات طويلة تدعو لهذا قبل الشرق أوسط